الحقيقة طبعا ما يشغلنا جميعا هو الشأن الاقليمي وارجو ان حضركم تتذكروا كلامي على مدار التلات شهور اللي فاتت احنا في مرحلة يعني مش عارف نوصفها ازاي شديدة الاستثنائية ولم يبرن بيها العالم ولا منطقتنا تحديدا منذ عقود يعني انا عايز اقول لحضركم حتى المراحل اللي كانت بتبقى فيها حروب والدولة المصرية دخلة فيها في حروب مباشرة كان بيبقى على الاقل فيه توجه واضح والدنيا عارفين احنا تبعات الموضوع وبنخطط وبنشتغل بناء على معطيات موجودة على الارض لكن الظروف اللي بقينا موجودين فيها النهاردة كل يوم فيه يعني تغيير مختلف وعدم موضوع اللي حيحصل بكرة وتبعات كل خطوة من الخطوات اللي ممكن تحصل حتبقى ايه فبالتالي يعني احنا فعلا في حالة عدم يقين شديدة جدا بتجبرنا ان احنا نتعامل مع هذا الموضوع بمجموعة موحزمة من الاجراءات والسياسات طبعا جزء منها موضوع رد الفعل ان احنا نتعامل مع الحدث اللي بيحصل على طول ونشوف ده تبعاته ايه علينا ونتحرك فيه ازاي لكن في نفس الوقت بنبدأ نحط مجموعة من السيناريوهات اللي كل شوية بتتغير نتيجة للمستجدات اللي بتحصل انا حدي بس حضركم عشان نبقى عارفين حجم التحدي ده بيحصل ايه احنا بظهر في اسبوع زاد برميل البترول 10% احنا قبل ما يحصل الفعاليات او الاحداث اللي حصلت في المنطقة من اسبوع كان برميل البترول ما بين 72-73 دولار النهارده بنتكلم انه تجاوز 80 دولار يعني حضركم تقدروا كده تقدروا مدى العب اللي حصل على الدولة المصرية فجأة بدون اي شيء انه بتزيد الكميات بهذا الشكل والخطورة مش فقط في زيادات الاسعار لان النهارده فيه تقديرات من المؤسسات الدولية بتقول لو حصل رد يعني باي صورة من السور واستهداف لاي مشروعات بنية اساسية في المنطقة البرميل ممكن يتجاوز 100 دولار انا بس بحطه قدام حضراتكم قد ايه النهارده كحكومة احنا بنواجه تحديات ليس لا يعني مش مسؤولياتنا خالص ولكن مضطرين نتيجة لان الموضوع ده ليه تدعيات مباشرة علينا ان احنا نتعامل معاه ونشوف ايه اللي احنا نقدر نعمله واللي عايز اقوله لحضراتكم ايضا طبعا تأثيرات هذه الحرب على الامدادات بتاعة الطاقة نفسها بخلاف السعر كبير الامدادات هنا بتكلم على الامدادات اللوجستية وانتظام توصول الشحنات والكلام ده كله وتدعيات الموضوع على تكلفة النقل وعلى حاجات كثيرة جدا كبير جدا 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 علينا فالموضوع ده بالرغم من كده احنا على مدار هذه الفترة كنا ما خدناش اي اجراء استثنائي الحمد لله استمر انتظام الكهرباء موجودة الغاز والطاقة للمصانع موجود وده احنا حرسين عليه ولكن لازم كلنا نبقى واخدين بنا اذا المنطقة لقدر الله دخلت في حرب اقليمية التبعات هتبقى شديدة وحيبقى الموضوع مختلف تماما وبالتالي هنبقى غصبا عننا كدولة بنتعامل مع ما يمكن ان يو يصف بانه اقتصاد حرب فلازم نبقى كلنا واخدين بنا كدولة ان احنا حرسين ازاي على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الاساسية للمواطن المصري في ظل ظروف زي ما حضركم كلنا شايفنا واعتقد يمكن دي مهم جدا كلنا كمواطن مواطنين وحكومة نبقى وعيين لهذا الموضوع وكان النهاردة كلامي كله مع السادة الوزراء في اجتماع المجلس على مزيد من الحوكمة والترشيد في كل النفقات بتاعتنا وفي استهلاكاتنا عشان ما حدش ضامن ايه اللي حيحصل بعد كده قدام احنا بنادعو الله طبعا ان الامور لا تتفاقم ولكن لازم نتحسب وده دورنا كحكومة وكمسؤولين ان احنا نتحسب للسيناريوهات الاسوأ ونبقى فاهمين ازاي حنتحرك في هذا الشأن وفيه كانت تكلفات واضحة جيدنا للسيد وزير البترول والسيد وزير الكهرباء والسيد وزير المالية والمحافظة بنك المركزي بنصق ونتعاون مع بعض علشان نضمن يعني ان الامور تبقى يعني مفيش تأثير على الدولة المصرية باكبر قدر ممكن انه ما يحتاجش اي تأثير سلبي علينا في هذا الشأن فانا حبيت ان انا يعني اوضح هذه النقاط عشان كلنا نبقى عارفين وشايفين اللي بيحصل النهاردة في المنطقة ومدى تأثيره الشديد علينا في هذا الموضوع زي ما قلت لحضراتكم ابتدت سيناريوهات ان الحرب في لبنان هي كمان مرشحة انها تستمر الفترة طويلة احنا مش بنتكلم بقى يعني برضو سبيع ولا ايام ولكن للأسف ممكن الموضوع برضو يستمر الفترة فاحنا لازم كل ده نبقى عاملينه في سيناريوهاتنا وتدعيات هذا الموضوع علينا حيبقى ديه اشتركوا في القناة